قبل أن نبدأ المقطع يا حبايب من برحة نزلت مقطع قوليش خطير على أصل المالح على قناتي الثانية بالنسبة للخاصة لما ترون المقطع سأضعكم الرابط بالوصف الكل يروح ينصدم المقطع يلنا نبدأ المقطع الخبر هو اللي عدنا عن شيرو قصف النار النور ستارز فشيرو يا حبايب نزل على حسب بالإنستغرام شو تستوريات كان دي يزور بها حديقة حيوانات بعد أن نزل هذا الستوري اللي فعليا نشر قنبله فوالذي يتملكها ميال بحية الflows لحسب ما الله يتوقع وحسب التحريات المؤكدة أنه يقصد نور ستارز وهو يقصد بالحية يا حبايب أنه هي نور ستارز ووق Vallée أنه يقصد النجوم Surface ستارز في النهجم أنه يصد نجوم في يعني نجوم بالعربي لدينا نفسها ناسية نفسية طبعا يا حبايب ستارز لدينا يسكت على الموضوع وردت على حسبها بالانستغرام لقد الن snappingchin وإظهار إلى حسبها North Star سيأخذ حقك من هؤلاء الأشخاص فاكتبنا يا حباي بالكوميتات شاركوا بقصف نور ستارز وشاركوا بالردمان نور ستارز عليه وانتوا يمنوا إياه نور ستارز أو إياه شيرو نتغل حالياً للفضيحة غيث مروان وانه هو قاعد يكذب على متابعينا في آخر مقطع نزال على القناة باليوتيوب اللي هو كان مقلب بالأغلب اكتشف انه هذا المقلب اللي يسوا كان عباره عن مقلب تذب فبدقيقة ثلاثة باي بابت الملاحظين انه من الخارج كان اكو صديقة عمرو وهذا يعني من الواضح انه كان يشوف المقلب وشنه قاعد يصير وفاجأ بعد دقيقة بالستة يجي عمرو ويصير به المقلب ولي كأنه هو يعرف المقلب من الأساس فما ادري الصراحة الاغلب صار يتهجم عليه وقلوا انه غيث مروان قاعد يساوي مقالب جذبية هلكنوا يكتبونها بالكومنتات شركوا بعض الخبار هل تتعطون او تشوفون موضوع فضيحة او لا ننتقل حاليا القمر مارو واخيرا رجوعها اليوتيوب فانا قمر مارو نزحت على سبب الانستغرام شوية استوريات وبهذا الاستوريات قاعدة التاليمة خلالها انو هي راح تنزل مقطع على قناتها باليوتيوب اليوم على الساعة بالأربعة فاكتمنوا الكمنتاج جاي انتم متحمسين ورطكم الاستوريات واخيرا واخيرا بعد غياب باتشر الساعة خمسة راح نزلكم فيديو اليوتيوب الفيديو كلش حلو وناري فارغليكم جايزين باتشر ساعة خمسة ساعة ارجاع اليوتيوب فالكل ما مشترك بقناتي يرفع الشاشة وشرك بقناتي ويفعل زر الجلس على الأول ما يزل بيتشوفوه ويجب عليكم جايزين على سيرة المفاجآت فريدر نزعل احسابة بالانستغرام شوية استوريات وبهذا الاستوريات قاعد يعلم اخي الله لانو دي يجاهز ان اغنية كلش نارية بانوان حاسس بجنون فاكتمنوا بالكومنتاج قاعدتم تحمسين الها اخر شي نختم بوسام تكت يا حبايب وشي النار اللي قاعد يجهزه؟ فرزا هذا اللي سؤال الكاتب بيه هاليومين عندي شي كثير مهم يدعو لي انو انجح كثير متوتر فالتتوقع يا حبايب انو قاعد يجهز انو يرجع فريقه السابق ماذا ما شفنا ان هو التقوية حلا فالتتوقع ان حل تقوية يا ياسمين مادر الصراحة اكتبونا بالكومنتات شو توقعتكم هذا الموضوع وشنو قاعد يجهز النا وسام انها وصلت المقطع لا تنسوا المقطع اكتشف حققت انا او اصالة بالوصف الكلو رحش في المقطع وبالتشانكو فهي زي اوقات بك القصاص مع السلامة